هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ضخ أي استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة ومنتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية وهو ما تدعمه الحكومة بقوة كما شدد مدبولي على أن الدولة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة جاء ذلك خلال جولته بمصنع شركة فراش إلكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية حيث تفقد رئيس الوزراء أحدث خطوط إنتاج المصنع والمتمثل في الغسلات الأوتوماتيك